التزاكر اللي احنا او يعني الخطوط اللي احنا قررنا نرفع تسعرتها القاهرة اسكندرية المسافات الطويلة الاولى المكيفة او الاولى الفاخرة كانت بمية جنيه رفعناها 125 جنيه التانية المكيفة الفاخرة رفعناها من 70 الى 100 جنيه بنسبة 40% طبعا احنا رعينا واحنا بنسعر غير مصاريف تشغيلنا فقط ليه مصاريف تشغيل تعتبر رخيصة جدا وعقلانية جدا رعينا وسائل او اسعار وسائل النقل البديلة يعني المكروبات والاوتوبيس اللي ماشي معانا عن نفس الخط بنفس المسافة رعينا حاجة اخرى مهمة جدا وهي سعر التزكرة بتاعتنا لما بتتهرب وده احنا بنقاومه ولكن مازال موجود ولكن بالنسبة لهيلا ساعد التزكرة في السوق السوداء او في السوق الموازية رعيناه لان احنا كمان اقل من التزكرة دي لو تهربت وتبعت في السوق السوداء او اقل من المكروبات او الاوتوبيس مع مراعاة ان المكروبات او الاوتوبيس ممكن يقاش فيه تكيف زي التكيف اللي في القطار ممكن ما يطلعش في المعاد اللي انت عايزه اللي هو محدد سلفا او ما يوصلش في نفس المعاد اللي انت عايز سوصل فيه الى جانب معامل الامان الكبير جدا اللي بتوفره السكة الحديد اه عشان طبعا اه بسرعة وكل الارقام دي هتسلم لحضراتكم اه يعني اه مش هنخش فيها كتير اه اه ولكن هتترك ليكم كلكم عشان اه اه تنشروها وتعرفوها و